موسيقى مشاهدين أرجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل منذ عدة أيام خرج سيد عمر موسى بمبادرة وصفها البعض بأنها مفاجأة لما تضمنته هذه المبادرة من محتوى حيث جاءت المبادرة مرتكزة على إمكانية التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين وإعادة استعابهم مرة أخرى في الحياة السياسية المصرية شريطة أن يعلن قيادة التنظيم وقواعده تأييدهم وموفقتهم للدستور المصري المستفى علي في 14 و15 من شهر يناير الماضي بأغلبية غير مسبوقة حول المبادرة ومضمنها وما تمثله من تحول في التعامل السياسي مع تنظيم الإخوان المسلمين ومع ردود أفعال القوى السياسية والشبابية وكمان مدى تقبل رجل الشارع العادي فكرة تقبل الجماعة الإخوان المسلمين مرة أخرى وسط الشعب المصر سيكون شرفنا النهاردة في الأستوديو الأستاذ الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أهلا وسهلا بك يا فندم ومنورنا في نهارك سعيد أهلا بحالك يا أستاذ إيمان وأهلا بالسادة مشاهدين في البداية فندم عايزين نعرف من حضرتك أهمية تقبل أي طرف آخر في الحياة السياسية يعني الناس كلها تبقى منخرطة مع بعض في الحياة السياسية ما يبقاش فيه فصيل يعني منفصل عن فصيله ويبقى فيه الخلافات السياسية الواضحة اللي بنشوفها في المجتمع المصري يعني بطبيعة الحال هو المطلوب بالنسبة للمصر أو بالنسبة لأي مجتمع آخر أن يكون هناك توافق أن يكون هناك تعايش أن يكون هناك تقبل للآخر وده أمر يعني مفروغ منه وأمر مقطوع به في أي مجتمع إنما لو إحنا هنتكلم عن خصوصية هذه المبادرات سواء مبادرة السيد عمرو موسى وفي عديد مبادرات يمكن كان فيه مبادرة الدكتورة حسن نفع وغيره يعني أنا في رأيي أن هذه المبادرات يمكن فيه ملاحظتين أساسيتين ممكن ناخدهم عليهم إيه هما؟ الملاحظة الأولى بتتعلق بالتوقيت يعني هل هذا هو التوقيت المناسب لهذه المبادرات يعني أنا وكية نظري أن هذه المبادرات كانت تكون مفيدة وإيجابية وفعالة يمكن من سبع تامن شهور فاتت قبل العمليات الرهابية اللي بنشوفها طبعا قبل ما يحدث أعمال وقبل أعلان كمان الجماعة كجماعة الرهابية بالضبط كده في رأيي أن التوقيت قد يكون هير مناسب الآن يمكن نقطة تانية مهمة في رأيي وهي أن هذه المبادرات الآن بتوجه إلى الدولة وإلى المؤسسات الرسمية وتغفل متغير أصيل في العملية السياسية في مصر الآن وهو الشعب وبالتالي أنا أيضا في رأيي أن الأمر الآن لا تحكمه المؤسسات الرسمية فقط وإنما أيضا ما هو رأي الشعب ده في طارة عند الشعب دلوقت وما مدى تقبل الشعب لمثل هذه المبادرات وهو ده في رأيي اللي بيحكم عليها بالفشل أو بالنجاح يعني أنا في رأيي أيضا يعني وكية نظري في الموضوع أنه لا بد أن نفرق بين مستويين المستوى الأول هو مستوى الإخوان كجماعة أو كتنظيم أو مؤسسة والمستوى الثاني هو مستوى الأعضاء في هذه الجماعة بالنسبة للمستوى الأول الإخوان كجماعة أو كتنظيم زي ما تفضلت حضرتك وتم إعلانه تنظيم إرهابي جماعة إرهابية إذن هي محظورة بموجب القانون طيب ماذا عن الأفراد المنتمين إلى هذه الجماعة ودول يمكن عادتهم يقدر بنص مليون أو أكثر طيب هؤلاء الأفراد المنتمين إلى هذه الجماعة احنا ممكن نفرق بالنسبة لهم بين من تورطوا في أعمال الإرهاب أو الحض على الإرهاب أو تشجيعه أو تمويله وبين من لم يتورط في ذلك يعني في ناس تورطوا في أعمال إرهابية في مقاومة سلطات في استخدام العنف في الاعتداء على رجال الأمن الاعتداء على رجال كواتهم سلعة وده حصل بالأمس فقط في اعتداءات على كواتهم سلعة أي طبعا فهؤلاء سيخضعوا للقانون يعني من قام بجريمة من قام باعتداء من قاوم السلطات من خالف القانون سيخضع على طالة القانون ومن لم يقم؟ بالضبط وفي الجانب الآخر ودول الأغلبية نسبة كبيرة يعني لم يتورطوا في أعمال عنف لم يخالفوا القانون لم يستخدموا أسلحة لم يقاوموا السلطات إذن هؤلاء الذين ليس عليهم أي مآخذ قانونية هم مواطنين مصرين عليه يعني يعاملوا كمعاملة أي مواطن مصري لهم كافة حقوق المواطن المصري حتى السياسية كمانية؟ طبعا يعني لهم أن يترشح يعني نحن نتكلم دايما في إطار القانون فلهم أن يترشحوا في الانتخابات لو أراد بس في إطار القانون يعني مش تحت شعار ديني أو حزب ديني هو تحت اسم جماعة ولا جماعة جماعة لا ما ينزلش تحت اسم جماعة كأفراد كأفراد يعني نحن ننظر إليهم كأفراد احنا اتفاقنا أن الجماعة بعد أن أعلننا الجماعة الإرهابية وبعد كل هذه الأشياء لا توجد جماعة الآن بهذا المسمى منها القانونية لكن من حقهم كأفراد ينقردوا وسط المجتمع المصري بشكل طبيعي هو مواطن مصري له أن يذهب الانتخابات لدلق بصوته محدش يمنعه له لو أراد أن يترشح بصفته وليس بانتماؤه إلى جماعة الإخوان هي دي التفريقة اللي لازم تكون لها يعني صعب أن احنا نقصي مش لازم نقصي نص مليون ولا كده إنما نحن نفرق بين من تورت ومن لم يتورت بينظر إليهم كأشخاص أو كمواطنين مصريين وليس لهم علاقة بالجماعة ونصوصا أنه في كثير أعلنوا انسحابهم ووسقوا هذا الكلام وتبرأوا من الجماعة يجب أن في هذه الحالة يعامل على أنه مواطن مصري وفي إطار القانون يعني ما ينفعش ينشئ جماعة أخرى دينية أو تعمل بالسياسة أو حزب ديني أو شيء من هذا القبيل طيب أكيد المبادرة لها أجابيات وسلبيات عزين نعرف إيه هي أجابيات أو إيه سلبيات مبادرة سيد عمرو موسى أه طب يعني هي مبادرة سيد عمرو موسى يعني خلاصتها أنهم يعلنوا اعترافهم بالدستور الذي تم إقرار يعني أنا رأي لو خادنا بالفكرة اللي أنا كنت أقولها حالا لحضرتك إن من لم يتورد في أي أعمال سيعامل معاملة المواطن المصري العادي إذن أمر بديه طالما إنه مواطن مصري إذن هو لابد أن يكون معترفا بالدستور قانون القوانين فانتصروا بالمنظمة القوانين فجميع المواطنين يخدعون للقانون يعني هي الفكرة أساسا أننا نفصل بين الأفراد الذين لم يتوردوا وهؤلاء مواطنين مصريين وفقا للقانون ووفقا للدستور مهما عشان نعتبرهم مواطنين لازم يكونوا معترفين أصلا بالدستور والقانون اللي موجود في البلد وبين من توردوا هؤلاء يخدعون للقانون ويعني توقع عليهم العقوبات في حالة إدانتهم أما الجماعة كجماعة فهي غير متواجدة الآن من النحية القانونية بعد أن أعلن أن الإخوان جماعة إرهابية طب لو دخل الأفراد دول برضو وسط الشعب المصري عادي وترشحوا في الاندخابات زي محضرتك بتقول والشعب المصري عارف ترخهم في جماعة الإخوان المسلمين هل الشعب هيوافق على ده؟ يعني مش هيبقى حاسس أنه هو أنه فيه طار بينه وبينهم؟ طبعا هو فيه طار يعني أنا في رأيي أن الثقر مع الجماعة مش مع الفرد مش مع الفرد وخصوصا إذا كان هذا الفرد لا يتورط يعني هي دي نقطة اللي أنا عاوز أركز بس برضو الشعب المصري بقى عنده دلوقتي يعني خوف وبقى عنده وعايز ياخد بطار الجنود اللي بيروحوا لحد بالضبط وخصوصا يعني أنا متفق مع حضرتك تماما أن الجنود دول هو سقر للشعب لأن الجنود دول مهم من الشعب والجيش المصري جيش الشعب وكل واحد بيجع عليه فترة كل مواطن المصري بيجع عليه فترة بيجند في القوات المسلحة إذن هذا الفقر هو مع الجماعة ومع من قاموا بهذه الأعمال الإرهابية طيب واحد هيترشح وكان عضو وأعلن تخليه عن جماعة الإخوان المسلمين وتبرؤه منها وعاوز يترشح يترشح والناس لها مطلق الاختيار ممكن يختاره يعني أنا في رأيي على الأرجح أن لفترة قادمة سيظل هذا التأثير قائم بمعنى أن الناس ممكن يعني لا ينصرفوا إلى انتخاب شخص معروف أنه كان بينتامل الإخوان حتى لو لم يتورد في أي عام يعني نحن ندينه الحق والناس بعد كده هيلة قارر بالضبط يعني أنا أتوقع أن لفترة مقبلة لسنوات مقبلة الناس مش هتقدر تنسى ما حدث وبالتالي يعني أمر طبيعي أن حتى لو ترشح لن يحصل على الأسواد ولما بيترشح بيترشح بصفته الفردية أو بصفته عضو في حزب آخر يعني ممكن طالما أننا اتفقنا أن يكون له حق المواطنة لو أن ينضم إلى أي حزب آخر من الأحزاب السبعين والثمانين اللي عندنا ويترشح في إطاره وفي النهاية المعيار والحكم هو الشعب وأن التصالح زي ما قلت في البداية لا يكون مع الحكومة لا يكون مع المؤسسات فقط بل التصالح لمدة أن يكون مع الشعب طيب هل هناك رغبة حقيقية فعلا من بعض أفراد اللي تخلوا خلاص عن وجودهم في جماعة الإخوان المسلمين هم يتصلحوا مرة تانية مع الشعب المصري بس بشروط أولا طبعا هيبقى نبز العنف ومراسات الإرهابية ضد الشعب المصري هم فعلا عندهم الرغبة دي حقيقية يعني شوفي حضرتك يعني القانون يأخذ بالظهر يعني القانون لا يبحث في النوايا إنما يعني طالما أعلن تبرؤه وطالما لم يكن متورد في أي عمل من الأعمال فهو لا يخضع لطائلة القانون في هذه الحالة فالقانون دايما بيأخذ بالسلوك الخارجي أو بما يعلن إنما يعني النوايا وكده يعني القانون بش بيتخل فيها أوي ولكن في النهاية الأمر متروك للشعب للحكم وللاختيار طيب دلوقتي مبادرة السيد عمر موسى طبعا جات لإعادة توحيد الصفوف وتجنب ممارسات الإرهاب والعنف اللي بيتم مارس من جانب جماعة الإخوان المسلمين وإعلاق لمصلحة الوطن طبعا أولا وقبل كل شيء أهمية ده إيه وهل ده في الوقت يعني حصل في الوقت المناسب هل المبادرة دي ده وقتها وتوقيتها المناسب طبعا يعني مبادرة بقالها كذا يوم بعد اللي حصل مبارح كمان بقى طبعا الوضع بقى أصعب يعني أنا زي ما بدأت إن هذه المبادرات سواء مبادرة السيد عمر موسى أو غيرها من المبادرات لم تأتي في التوقيت الصحيح يعني أنا في رأيي لو كانت هذه المبادرات جائت على سبيل المثال في يونيو الماضي في يوليو الماضي من خمس ستة أشهر ربما كان يكون لها أثار إيجابية أما الآن يعني الناس في حالة احتقان الناس في حالة غضب وخصوصا مع استمرارية الأعمال الإرهابية وأنا يعني رأيي الشخصي أنه قد لا يكون هذا هو التوقيت المناسب رغم يعني طبعا حسن النية في الموضوع والرغبة في توحيد الصف وكل هذه الأشياء إنما السؤال هل هذا هو التوقيت المناسب وأيضا إلى من وجهت هذه المبادرات وخصوصا أجدنا في نقطة مهمة أو في رأيي المبادرة دي يعني في طرفين على الآل أكيد فيجب أن يعلن طرف الآخر أنا عايزة أسأل برضو أنا عايزة أسأل حضرتك السيد عمر موسى التقى بأحد أفراد الجماعة مثلا وقال له إن إحنا عايزين نرجع مرة تانية للحياة السياسية ولا هي المبادرة من طرف واحدة يعني ربما هذا ما لم يظهر في المبادرة يعني ما فيش في المبادرة ما يؤكد إن هم أعلنوا رغبتهم في هذا إذن أي مبادرة فيها طرفين على الآل وبالتالي لا يبد أن يكون هناك تقبل من الطرفين وإحنا حتى الطرفين بنتكلم عن الإخوان بنتكلم عن الحكومة والمؤسسات والطرف التالت الشديد الأهمية في الموضوع وهو الشعب المصري إيه رأي الشعب ممكن يعني ممكن الحكومة قد يعني مثال افتراضي يعني أو التصوري ممكن الحكومة تقبل مبادرة لكن الشعب يرفع وبالتالي لابد أن يكون هناك توافق بين المؤسسات بين الحكومة لابد أن يعلن الطرف الآخر أيضا رغبته إحنا بسمعناش حد يعني مهم في هذه الجماعة بيعلن تأييده أو موافقته لمثل هذه المبادرات لم يحدث طيب لو الجماعة الإخوان المسلمين أو أفراد منها حابين مرة تانية أن هم يندمجوا وسط المجتمع المصري إيه للمفروض يقدموه للشعب المصري مش للحكومة علشان الشعب يقبل مرة تانية فكرة قبولهم في الشارع مرة أخرى ولو على المدى البعيد يعني أو بعد سنوات يعني على الأرجح الآن ستكون العملية صعبة شوية إنما ربما بعد فتح طبعا لابد أن يكون هناك اعتذار عما حدث طب وهل الاعتذار ده هيبقى كيفي إنه يبرد النار اللي عند الناس طبعا لابد أن يكون هناك اعتذار عما حدث لابد أن يكون هناك نبز للعنف من أساسه يعني خلاص يعني لن يتم اللجوء إلى العنف مرة أخرى ألا يكون لهذه الجماعة أي دور سياسي وده وفقا للدستور يعني ألا يخلط الدين بالسياسة يعني في حضرتك الدستور الجديد اللي تم اللي سفتاء عليه أغلبية صحيقة من الشعب المصري بيحظر تكوين الأحزاب وفقا للاعتبارات الدينية يعني يبقى مستقبلا ممكن بقى يكون يعني جامعة دعوية تختص بالأمر الدعوية فقط وليس لها دعو السياسة علاقة بالسياسة بالضبط كده وأنا في تقديري يعني أن هذا الأمر قد لا يحدث في المدى القصير إنما قد يحتاج حتى إلى فترة حتى يعني أن الناس يعني تتفق على ذلك أو توافق على ذلك ولو هم كمان عايزين ده المفروض برضو أن هم يقدموا اللي قام بالعمليات الإجرامية والإرهابية في الفترة اللي فاتت دي للمحاكمة كمان طبعا بالضبط وفي نقطة تانية مهمة إلا يتم التواصل أو التعاون مع تنظيمات أخرى يعني إحنا سمعنا أنه كان فيه تعاون مع بعض التنظيمات الأخرى حتى الخارجي فده أيضا غير مطلوب لابد أن يتوقف تمام إذن لو كانت هناك رغبة في العودة إلى الشعب المصري مرة أخرى فأنا في تقديري أن شعب مصري لن يقبل إلا إذا توفرت هذه الشروط مجتمع طيب في النهاية حضرتك شايف مستقبل مصر الإسلام السياسي في مصر إزاي خصوصا في الظل الدستور الجديد يعني ما هو وفقا للدستور الجديد حكاية الإسلام السياسي وحكاية تكوين أحزاب سياسية وفق الاعتبارات الدينية ده أمر غير مباح وفقا للدستور إنما إحنا بتحكمنا أيضا في نفس الدستور اللي بيمنع تكوين الأحزاب وفقا للاعتبارات الدينية والمرجعات الدينية إحنا عندنا المادة اتنين من الدستور اللي بتجعل الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع فهو ده الإطار اللي احنا بنتصرف فيه أنه ليس هناك عاداء للدين وإنما أنا في رأيي يمكن ربما تنزيه حتى للدين عن السياسة وما فيها من صراعات وما فيها من خلافات الدين هو للجميع ولا نختلف عليه أما السياسة ففيها الخلافات وفيها الصراعات وفيها المنافسات وفيها المصالح وفيها الانقسامات وبالتالي هو ده ربما الفلسفة التي يمكن أن تفسر هذا الاتجاه يعني نخلني الدين لله والوطن للجميع وما يبقاش الدين ما يتدخلش قوي في أمورنا السياسية وخصوصا بعد أن رأينا التجربة التي حدست في مصر وما أدت إليه وحتى في بعض الدول الأخرى حولنا في المنطقة وما الذي يحدث نتيجة لخلط الدين بالسياسة عموما نحن بنشكر حضرتك على وجودك معنا النهاردة وأكيد استفدنا كتير من المعلومات قائمة لحضرتك شكرا على حضرتك أستاذ دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة شكرا جزيلا شكرا على حضرتك وشاهدينا خلصة فقرتنا بس الإسم كاملين معيكم هارك سحيد